احنا نكمل احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو اللي هو المعلومة طبعا بتلاقي نفس الكريتيريا في الايكو بتاعة الميترالستينوسي اللي هو الدياستوليك دو منجو ما بيفتحش كويس ولما تيجي تاخد عليه الجريديانت تلاقي الجريديانت مين جريديانت اكتر من ايه من خمسة طيب بالقسطرة طبعا يعني ايه مش مش هنشوف ده كله بس هنا بقى التريكاس في الديستينوسيس في النيكو فينز يعني تعالى كده نراجع الحاجات اللي هي الايه المهمة يبقى كسيمتومز هيجي لك بايه يا سيستيمي الكونجيشن يا لو كارديكالدوكس كساينز ايوا الجوجرار ديناس بريشر هيبقى عالي وفي النيكو فينز هتلاقي ايه بقى جايانت ايه ويف ليه جايانت ايه ويف علشان هيحصل ايتريار كونتراكشن اجينست اوبستراكشن انما مين اللي كان فيه برومينانت ايه ويف ايوا برومينانت ايه ويف مع لس كومبلاينت ارضي مع البلمونال هيبرتنشن ولكن الجايانت ايه ويف دي عايزة اوبستراكشن تريكاسبيد استينوزيس بريمونال استينوزيس تريكاسبيد اتريزيا واتبه ونفس الميتر الاستينوزيس هيبقى فيه اكس انتويته باس وان وهيبقى فيه ضغي سلوك رامبلينج ميرمال بس هيزيد بايه بالكارفالوسين بالديب انسبايريشن وهتلاقي فيه السيستيمي الكونجيشن ساينز ولكن نضيف كده عندك الاسايتس بريكوكس الايكو زي ما قلنا وفي القسطرة طبعا لو انت بتعمل رايت سايد هتلاقي فيه فيريتول ايويد اللي هي الجايانت ايويد التريتمنت هتدي بقى حاجات للسيستيمي الكونجيشن امتى تدخل لو سيفير سيمتوماتك تريكاسبيد استينوزيس او سيفير اسيمتوماتك وداخل يغير ليفت سايد فالف تمام عشان كده الواحد بيزعل قوي لما يبقى عيان جاي يمركب ميتر الورتك فالف بروسيسز وتلاقي عنده ارجانيك تريكاسبيد فالف مبهدله وعمله سيستيمي الكونجيشن وليفر سيروزيس والكلام ده كله فالدياجنوزز بتاع الارجانيك تريكاسبيد فالف ديسيز in association مع الليفت سايد فيري كريتيكا وكمان اللي خليك تشك ان العين عنده ارجانيك تريكاسبيد فالف ديسيز ان هتلاقي حيش لك البلمونة هيبرتنشن شوي يعني واحد عنده اورتك رجيرجي مسلا سيفير اورتك رجيرجي وعنده ارجانيك تريكاسبيد استينوزيس هتلاقي البلمونة هيبرتنشن بتاعه ايه مش كبير لان الفلول اللي رايح على ريها اصلا قليل سيفير اسيمتوماتك او ان هو داخل يغير ليفت سايد فالف والمين جريدي انت معادي خمسة او القرف السيري اقل من اتنين يبا بالمرة كده اعمل بقى يعني ايه ندخل بال اسباب التاني برضو احد الحاجات اللي بتعمل سايتس بليكوكس خاصة لو اورجانيك سيفير بس بيعمل ايه سيستوليك بالسيشنز على الليفر دايما تلاقي من الهيباتي الكونجشن وان القلب من قليل والكلام ده كله تلاقي العين عنده كاشيكسيا والوصف ويت ومن ال جي اي تي كونجشن لا بيهضم ولا ليه نفسي ياكل تلاقي عين الروماتيك خاصة الروماتيك ان عنده سيبير ترايكاسبت ريجيرش ده فعلا بيبا سلم بيبا عامل كله كده جلد على العب واتلاقي بقى قصاية سولور لمب قديمة وكلم بيبا طبعا هتلاقي فيه سيستوليك اكسبانشن وبروماتي في فين في النيكفينز لان اثناء السيستول ترايكاسبت فالبريشر اللي من الالي فيه كله راه على النيكفينز ففيه سيستوليك اكسبانشن وبرضو نفس الميتر ريجيرش بس عالترايكاسبت هتلاقي بان سيستوليك ميرمر عالترايكاسبت اريا بيزيد بالانسباريشن وبروباجيتد ليه الايبيكس شفت مرة مريض كان موجود في العناء المجاني كل اللي حطوا السماعة وسمعوه قالك ده مايتر ريجيرش مايتر ريجيرش وبروباجيت دي الاجزيلة والماكسيمم انتينستي عند الايبيكس وايه كل اللي انت بتقوله ده كله بنحط الايكو لينة ترايكاسبت ريجيرش الراجل عنده الرايت صايد كان كبير جدا بدرجة ان القلب كان لافث وان الترايكاسبت بقى مسموعا بالايبيكس يعني الكلينيكا الحلو انك تشوك وتكمل المعلومات ولكن يبقى ان انت الاندستيجيشن دلوقت الايكو ده يعتبر اجزامينيشن مش اندستيجيشن طبعا هتلاقي بقى الرايت صايد نفس المايتر ريجيرش بس على الرايت صايد اس الرايت اتريم والبريشور جريدينت بايه بيال بيصبحك وانهم اينبس فيجيشنز عادي الايكو عادي اا اا بتودي ان انت الليفلت مش قفل على بعض ولا فيها يعني الباصولوجي بتاعها ايه ولا على واحد انت رابينس دراج ادكت والا فليل تمام يعني ايه السبب بتاعه او ايه بشتايم ان حصل الابيكال ديسبليسمينت لي سيبتل والبورسيل والليفليف عن التريكاسبيد وتلاقي الافدنس بتاع الريت سايد الار في كبر وفي بدل مكان الال في دايرة والار في زي الهلال هتبص تلاقي بقى الال في دي شيد تمام والار في كبر اسمها الانتريكولار سيبتل فلاتنينج دي شيد والكبر الار في ممكن من كبره يضغط على الال في ويعمل حاجة اسمها ايه تمام ويدخل العيان وده سوار كرين كان مهم يقولك عيان عنده سي وبيدي وكور بالمونار وسيبير بالمونار هايبرتنج ورائد سايد هارت فيل جابت اسمعه ليت علي بالموناري كونجشن طلعت له منين ايوا ان من من الضغط العالي وكبر الار في ضغط على الال في وعمل دي ستوليك هارت فيليار دي ستوليك ليفت سايد هارت فيليار وعمل بالموناري كونجشن طيب بالإيكو طبعا بالكالر نفس الفلف اريا هناك وجيت اريا هنا برضو في التريكاس في الكونتينواس دوبلر قالك في الكونتينواس دوبلر لما تيجي تبص تلاقي المفروض ان التريكاسب درجرجة هيبان لتحت لو لقيته راوندد كده ده يعني هو مش سيفير قالك السيفير بيوبى دينس وزئير لي بيكنج بيوبى تريانجولار وزئير لي بيكنج لان من السيفيرتي بتاعته كله صب ايه مرة واحدة في اول السستور تمام طيب التريكاسب درجرج دو الإيكو كريتيريا ممكن نفس الفينة كونتراكتة بتاعت الميترا اللي هي سبعة من عشرة سنطي طيب بالنسبة ليه ال-E-Wave قالك في الميترا والتريكاسب درجرج تلاقي لو سيفير تلاقي ال-E-Wave دو من انت يعني اكتر من واحد متر على السنة تمام يعني لما تلاقي reversed E over A على الميترا او تريكاسب دو بيديك انطباع ان الميترا رجرج او تريكاسب درجرج مش سيفير وبرضو لو فيه مترا لستينوزس برضو مش سيفير يعني reversed E over A ريشيو دي اجينست ان يبع عندك سيفير استينوزس او سيفير رجرج دي نقطة غاية في الاهمية يعني انت بازل انت قاعد بتركب بتنتش معلوماتها عشان تقول ده سيفير ولا مش سيفير ال-Bisa radius لو عد 9 او الورفيس اكتر من اربعين او اكتر من 45 تمام مع السكندر تشينجز يعني ما تجيش تقول سيفير تريكاسب درجرج والديمنشنز كويسة بتاعت الارضي تمام طبعا تقدر تحسب البالموناري ارتر بريشا من تريكاسب درجرج بيك فيلوس دي اربعة في التي ارتر بيع وتضيف عليها الريت اتريال ايه بريشا طب معلومة لك بقى الريت اتريال بريشا ده تحسبه ازاي بالانفيريور فينا كيفا الكاتوف بوينت عندك ايه قال لك الانفيريور فينا كيفا كاتوف بوينت واحد وعشرين ملي لو انت اقل من عشرين ملي وبيحصل انسبيراتري كولابس اكتر من خمسين في المية يعني السيفي دي بتاعك من زيرو لخمسة اللي ورعت اتريال بريشا لو الكولابس اقل من خمسين في المية يب من خمسة لعشر طب نفسه اكتر من واحد وعشرين ملي لو اقل اكتر من خمسين في المية كولابس يب كام من عشر لخمستاشر اقل من خمسين في المية كولابس يب من خمستاشر لعشرين مفيش كولابس يب اكتر من عشرين يعني انت بالصاب تقدر تجيب من غير ما تركب لو انت في استقبال تقدر ان انت حالة حالة كوفيد يومين دول حالة يعني ايه بسرعة كده يعمل حاج ده مش تبعي اتصرف فيه ده على حسب الاسي قالك ايه وداخل يعمل يعمل يتصلى سواء بقى زي ما انت عايز يغير بس مفيش طب مدرك وداخل يعمل يغير طب لو حصل سيفير ارفيد ده يبقى يبقى سيفير داخل يعمل او سيفير سيمتوماتيك من غير ارفيد او مدرك وداخل يعمل حاجة في او سيفير اسيمتوماتيك بس معا طب الساكندري قال لك سيفير وداخل يعمل طب مايل او مدرت وداخل يعمل حاجة في يغير لو اكتر من اربعين ميلي او اكتر من واحد وعشرين ميلي لو هتوب على طيب من غير انولار ديلاتيشن يغير او يصلح بس طيب سيفير ساكندري افتر بريفيا سيفت سايد لو سيمتوماتيك او بروجريسيف او ديلاتيشن او ولكن الليلة دي كلها ماينفعش تعملها في وجود سيفير بلموناري هايبرتينشن اند سيفير او او يعني مايباش عيان دي ليلاتيك كاردوميوباس ايجيكشن فراكشن عشرين في المية وعندو سيفير بلموناري هايبرتينشن وسيفير ترايكاسبيد ريجيرج وطلق تخلى صلح لو ترايكاسبيد ترايكاسبيد ايه يعني ترايكاسبيد ايه في الاجيكشن فراكشن ده تمام فالليلة دي كلها ان ابسنس او وسيفير بالمونر هيبرتنشان وسيفير RV أو LV وفي الترايكاسبد لأنه سرومبوجيني الريبير أحسن من الربليسمينت مئة مر أو لو اتزنقت الربليسمينت يبقى البيو بروسيسز أحسن من الميكانيكال بروسيس البالمونر استينوزس طبعاً أشهر حاجة هنا كونجينيتل تمام أشهر سبب للبالمونر استينوزس كونجينيتل وبنسمع عن البالون بالو بلاست بتاع البالمونر وبيتعمل ومشهور اللي لكلها هتوبى في الكلينيكال اعتبره يا سيدي إيه بس اللي هيزوده إيه لينجو فورورد لا اللي هيزوده دي بإنسبايوريشن طب النك فينز جايانت مش برو من انتبقى جايانت بالمونر استينوزس جايانت أيوي تمام البالمونر استينوزس هيأخر أفلة البالمونر لأنه هيأخر التفضية بتاعته فهيأخر البالمونر كومبوننت وفي ساكند هارت ساوند تاعمل لي وايد سبليتنج ولما ياخد نفسه اللي سبليتنج يزيد أكتر ده عكس الريفيرز سبليتنج ويتلاقي جايكشن مرمر وبيزيد بالإنسبايوريشن اللي هو المرمر بتاع البالمونري استينوز طب احنا عارفين الاورتك استينوزس البالمونر استينوزس هتشوف الباصولوج بتاعه هل ده كالسيفك ولا كونجينتل والكلام ده كله السيفيريتي بقى الفي ماكس أكتر من أربعة سيفير من ثلاثة لأربعة مدرت أقل من ثلاثة إيه مايد وعلى البيك أقل من ستة وتلاتين أكتر من ستين ومن ستة وتلاتين لستين يعني الأرقام دي التوبة غايبة شوية عن الناس في البالمونر طبعا مهم قبل ما تدخل تعمل حاجة اعمل وشوف وشوف الدنيا معك كويس امت تتدخل تمام لو سيفير بالمونر استينوز واللوفوت شويس انت تعمل بالون فالفو بلاستي تبع عمليا سهلة جدا وممكن تعمل سيرجيك الربلسمنت بقى لو فيه من هارب بالسيفير لكالسيفك او معاه سيفير تريكاسبت ريجيرج طيب كلاس وون اندكيشن سيمتوماتيك شوف بركز في الارقام سيمتوماتيك والبيج جريديانت اكتر من 30 او اسيمتوماتيك والبيج جريديانت اكتر من 40 يعني ما بتستناش يكون سيفير البالمونر استينوز سيمتوماتيك والبيج جريديانت اكتر من 30 او اسيمتوماتيك والبيج جريديانت اكتر من 40 طب asymptomatic والبيت جريديان من تلاتين لاربعين ده كلاس 2 طب asymptomatic والبيت جريديان تقلي من تلاتين ده كلاس 3 او عتقرب البلموناري جيرج اجين الاشهر حاجة تعمل البلموناري جيرج هي البلموناري هايبرتنشان يعني الساكندري كوز هو اشهر سبب من البرايمار والبرايماري فيه عندنا congenital infective endocarditis carcinoid وطبع نفس الاورتك ريجيرج بالزبط في الارلي دايستوليك مرمر والكلام ده كله ولكن لو كان مع البلموناري هايبرتنشان هتوصف البلموناري هايبرتنشان من حيث بالموناري كومبونت من حيث الجرهامي ستير مرمر وهكذا بالنسبة طبعا بالايكو اللي هي السيفيريتي زي من حيث سيلفينة كنت راكتة اكتر من ستة من عشرة او الجيت لينز يعني مش يعني انريلاييبا قوي لكن الساكندري تشينجز على الارضي سايز والاري سايز ده مهمة في كونتنواس ويف دوبلر في كونتنواس ويف دوبلر لو فيه دينس دينس ريجيرج وز رابد اكواليزيشن للدياستوليك بيشر ده بيساوي سيفير بالموناري ريجيرج ومن البالموناري ريجيرج نربعها ونضربها في اربعة ونضيف عليها الريت اترال بريشر يبا ده الدياستوليك بالموناري بريشر يبا احنا نقدر نجيب السيستوليك بالموناري بريشر من يعني يستحسن تخليه في البيو بروسيس او الريبير وما تبطش ميكانيكال بروسيس الدراج انديوس دي فالفولر دوت يعني ده يعني المستوى الدكتورة شوية هيبتيجي مع الارجوتس مع الفين فلورامين مع الكابرجولين الكابرجولين دوت بتاع الرضاعة اه وبتاع الباركنسونيزم ده بيعمل لي برضو كالسيفكيشن والكلام ده بولي اه ام ما اعتقدش انه هيجي مستوى مصدر اللي هو الايه الدراج انديوس دي فالفولر دي سيز كده احنا خلصنا الفالفولر هار دي سيز اللي عنده اي سؤال يتفضل واحنا تحتهم اه بالنسبة كبير للبروسيتيك فالب اه تعرف ازاي ان اللي قدامك فيسيولوجيكال لرجيرج وهل في حاجة اسمها فيسيولوجيكال استينوزيس ولا لا بصوا ما فيش حاجة اسمها فيسيولوجيكال استينوزيس بس في حاجة اسمها جريديينت مصدر استينوزيس ده بيقابل عندي ايه؟ جريديينت فكل فالف ليه جريديينت بتاعه؟ الفالف مثلا يبنوع جريديينت على 12 على 15 على 20 ده جريديينت بتاع الفالف ممكن انت تسميه فيسيولوجيكال استينوزيس بس ده اسمه الاون جريديينت بتاعه تمام؟ انما الفيسيولوجيكال لرجيرج بيقولك الفيسيولوجيكال لرجيرج دي حاجة معمولة جوه السمام عشان تغسله تغسله من السرنبار بس اما حاجة تبا سنترل يعني من جوه الفالف وما تعديش ميلد يعني اخرك ميلد سنترل طب برا فالف لرجيرج ده بسولوجيكال طب سنترل بس اكتر من ميلد يبه بسولوجيكال حد عنده سؤال تاني فيه حتة تركة كده في الكالينيكال وانت بتعمل ايه كل العيانة البروسيتك فالف ان انت البروسيتك فالف هو بيركب مش بيبه في نفس الالاين بتاع الابيكال فور فانت تيجي تبص تلاقي الابيكال فور و الميتر الفالف معووج لك كده فتقريبا انا عملت يعني ايه كده دراسة صغيرة لديت ان من احسن الفيوهات اللي بتجيب الميتر الفالف الابيكال سريد شامل ان انت بتوبه جايب الاورتك فالف و الميتر الفالف بيوبه حتى وانت في البروسيتك بتحس ان انت شايف التول افلت فتحينه وتقفل وانت عشان تعرف ان انت ان انت تشوف التول افلت بيفتحه ويقفله ويوبه الجيت بتاعك ماشي معا عشان ما توبهش اعمل اندر استيميشن للبروسيتك احيانا الميتر الفالف برضو البروسيترنا بيفتح لك التول اللي بتشوف الاليفين ساين وانت بتفتح وتقفل اسعب واسوأ الفالف تفحصه هو الاورتة الصراحة لان بيوبه مزنوق توبهش شايف حاجة توبه عايز جهاز روزولوشن عالي قوي والإيكو واندو توبه كويس عشان كده يبقى عندك لوس ريشولد ان انت تطلب تي طب اسأل انا نسأل كده سوالين في اللي فاته تعالى كده نبدأ نبدأ بعمر طالما هو اللي فتح لو حاجة غير الفالفولر ماشي انما فالفولر صعب حاجة في الايكو يعني اللي احنا بنشتغلها كل يوم ماشي يعني مثلا انت تقدر ان انت تقايم السيفيرتي اوف اورتك رجيرج ازاي السيفيرتي اوف اورتك رجيرج او يعني انت تقول سيفير اورتك رجيرج بالإيكو إيكو ساينز اول حاجة من كالار دوبلر طبعا كالار دوبلر عن طريق عن طريق لو ايه اكتر من اكتر من التلت كاب بتبقى كاب بتبقى سيفير لو كنت سنتريك هو الحاجة دي مش اكروت قوي احنا بنعتمد عليها بس في الاورتك رجيرج مش بيعتمد عليه في السيفيرتي انت اللي بتعتمد عليه على يعني بتياخد وتقسمه على لو اكتر من خمسة وستين في المية بسيفير تمام ده رقم واحد رقم اتنين لو انت عايز مسلا بالبالس الدوبلر بالبالس الدوبلر القصد كنتينوز كنتينوز دوبلر لا افكر كنتينوز دوبلر حاجة اسمها الاورتك رجيرج بريشر هفتايم ايوه ايوه البريشر هفتايم لو بتاعتها مدينو خمسين وربعمية ده مدرت بالزبط سيفير ده هون اقل من مدينو خمسين اه اقل من مدينو خمسين سيفير اكتر من ربعمية تمام في طريقة تالتة لو انت متلاخبط بالايه اللي هو كنت من ايسر على اه دي دي تقولها في لجنة الكلينكال بس عمليا احنا هننقسها يعني انا ما بحبسش فيه لان انت اصلا وانت بتقيس اللي في توي دا متر تمام انت لو جب تقيسه تاني حتقيسه رقم تاني هو بصراحة نو بقس 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 بيها بس هي الطريقة السهلة الصراحة ان انت تجيب وتشوف اللي هو اللي هو دي سهلة يعني دي سهلة وبتتعامي النت رجي يخرف تاني ولا ليه حد سمعني تاني طب في حد سناني تاني ولا لا اشتركوا في القناة